موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك خلقتنا النهاردة بعنوان علاج الام الانزلاق الغدروفي بدون جراحة الحقيقة في بعض الالام بتكون مبرحة جدا لكن دايما وجرت العادة ان احنا بنحتاج لها تدخل جراحي النهاردة نتكلم عن علاج الالم بدون جراحة في طبعا مواضيع عظمية مهمة زي الانزلاق الغدروفي وايضا خشونة الرجبة وغيرها من الالام المبرحة اللي ممكن تكون بتصيب الانسان معي ومع حضراتكم الغني على التعريف في هذا الموضوع دكتور احمد فاخر استشاري علاج الالم بدون جراحة استشاري علاج الالام للانزلاق الغدروفي وخشونة المفاصل بدون جراحة وايضا دكتوراه علاج الالم بجامعة القاهرة وحاصل على الماجستير علاج الالم بجامعة عين شمس حاصل على الزمالة المصرية وعضو جمعية الاطباء علاج الالم المصرية وعضو جمعية السونار العصبي الحركي فاصل قصير ونبدأ حوارنا مع دكتور احمد خليكم معنا مضروفي وخشونة المفاصل بدون جراحة دكتوراه علاج الألم جمعة القاهرة ماجستير علاج الألم جمعة عين شمس حاصل على الزمالة المصرية عضو جمعية أطباء علاج الألم المصرية وعضو جمعية السنار العصبي الحركي عناوين العيادات مدينة نصر 23 شارع مصطفى النحاس ما بين شارع عباس العقاد وشارع مقرم عبيد الدور الرابع أعلى محل أكتف المهندسين 21 البطل أحمد عبد العزيز مركز دايموند الدور الخامس الإسكندرية وبور سعيد تليفونات العيادات 011 22 55 34 52 أو 0122 75 77 66 3 الموقع الإلكتروني أحمدفاخر.com يوتيوب دكتور أحمد فاخر علاج الألم فيسبوك دكتور أحمد فاخر استشاري علاج الألم بدون جراحة إنستجرام دكتور أحمد فاخر علاج الألم تيك توك دكتور أحمد فاخر علاج الألم مشاهدين أهلا بكم معنا وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها على علاج الانضلاق القضروفي الحقيقة كتير قوي بنسأل على العلاجات بدون جراحة وعشان كده النهاردة خصصا الحلقة دي على العلاجات الحقيقة اللي فعلا بنقدر نعالج فيها مش مجرد نسكن ألم لكن علاج كامل لكن بدون جراحة معي ومحضركم من غني عن التعريف دكتور أحمد فاخر استشاري علاج الألم بدون جراحة استشاري علاج ألم الانضلاق الغضروفي وخشونة المفاصل بدون جراحة دكتوره علاج الألم بجامعة القاهرة وماجستير علاج الألم بجامعة هينشمس حاصل على الزمالة المصرية وعضو جمعية الأطباء علاج الألم المصرية وعضو جمعية السونار العصبي الحركي برحب بحاجة دكتور أحمد بشرفني جدا دكتور أحمد طبعا يعني فكرة العلاج اللي بدون جراحة ده يعني بتالي كل الناس اللي عندها ألم هيبوصين نهاردة للحلقة ومستنين يسمعوا الكلام المهم لأن محاجة عايزة يدخل في جراحة محاجة عايزة يغش في عمليات بالذات لو في حلول تانية والحلول دي ركعة فعايزين نفهم الحاجة برضو أكتر على فكرة العلاج الذي بدون جراحة دي حاجة مثلا جديدة في مجال الطب وهذه حاجة منتشرة لكن يمكن ناس مش كتير عارفينها أو ما يدهلك لاي الحاجة دي جديدة نسبيا يعني مش من زمان قوي الحاجات دي بدأت تعتمد أن احنا العيان لما كنا بنعمل جراحة كان الأول طبعا بيحتاج تخدير والتخدير للمخاطر بتاعته بيحتاج فتحة كبيرة الفتحة دي بيتأثر على العضلات بعد كده بيحتاج أنه هو يحط شراحه مسامير فالحاجات دي كلها بيبقى لها مشاكلها بعدين بالإضافة أن الفوبيا العامة والخوف الناس من العامات الجراحية ومن مشاكلها بدأ يظهر دلوقتي اللي بنسميها العلاج الألم التدخلي أو التدخل المحدود وده بدأنا نقدر نحنا نستخدم إبر الرفيع ونبدأ نخش على المكان اللي فيه المشكلة ونتعامل معاه وبدأ بقى حاجات كتير جدا هنتكلم فيها أجهزة كتيرة زي أجهزة التردد الحرارة أجهزة تبخير الغضروفة أجهزة شفط الغضروف الأجهزة دي كلها بيبقى فتحة يعني دخلة إبرة ما بيبقاش في فتح العين ما بيحتاجش أنه هو يتخدر أو ياخد بنج كلي أو ياخد بنج نصفي وكمان المسألة الضررية اللي هي مسألة الريكوفري أن العين يقدر يخرج بعد الموضوع ده بساعة أو ساعتين ويروح عادي مش محتاج أنه يقعد في المستشفى أيام أنه تعمل ميزانية أو بادشت على العين كتير تعطله عن شغله وتأثر عليه نفسيا بعد كده دلوقتي مع عاملات التدخل المحدود يقدر المريض أنه هو يخرج من المستشفى بعدها بساعتين ماكسيوم كتير طبعا أكيد دي حاجة يعني الناس كانوا مستنينها يعني الناس اللي هما زي ما حكي قلت هو فوبيا وما فيش حد فينا حتى اللي ما عندوش فوبيا ما فيش حد فينا بيحب الجراح أو يعني يفضل أن الدكتور يقول له خش العمليات زي ما حكي قلت مخاطر من أول البنج الغاية لما نطلع من قط العمليات طبعا فيها شوية تفاصيل كتيرة ممكن تكون فيها مخاطر طبعا ما فيش حد فوق المخاطر طبعا حتى مهما حاولنا نقلل من نسب المخاطر أو نزود من نسب الأمان خليه يكلم حقيقة النهاردة على يمكن التخصص والنقطة وهي الانزلاق الغدروفي أو عمليات الانزلاق الغدروفي اللي كانت طبعا متعارفة عليها بتكون فيها جراحة وفكرة أن هي استعادة أو العلاج منها بيكون مشوار يعني علاجي طويل خليه نقف من حقيقة ايه المجاله النهاردة حطه في العلاجات الحديثة في الانزلاق الغدروفي تحديداً واحنا في الاول بس عايزين نوضح أن المريض الانزلاق الغدروفي بيشتكي من ايه لأن المصادر ألم عندنا كتير صحيح فيه مصادر بتكون من المفاصل أو من العضلات أو ممكن يكون من الأوطار أو ألم عامة في الجسم صحيح مريض الانزلاق الغدروفي الشاكويته الأساسية بتبقى على حسب مكان الانزلاق لأن احنا عندنا العمود الفقري مكون من فقرات عنقية وفقرات صدرية وفقرات كطنية وفقرات عجزية أكتر مكانين بيحصل فيهم الانزلاق الغدروفي هما الفقرات العنقية والكطنية لأن هما دول اللي بيتحركوا وبيبقى عليهم الحمل فالمريض اللي اللي عنده كل ما كانوا تحت أكتر كل ما يبقى عليهم حمل أكتر بالزبط فالمريض اللي عنده الانزلاق الغدروفي فيه الفقرات العنقية مثلا ده على طول بيبدأ يحس بإيه بيشتكي من ألم شديد الألم ده بيشمل منطقة الرأبة والكتف والزراع وبيوصل للأصابع والألم بيبقى عبارة عن بيحس بألم أو إحساس نخز أو إحساس شكشكة أو تنميل أو حرقان وحان بيحس يقولك أنا بيحس إن إحساس حر إن يدي دي يحس إن فيه إحساس حر والحاجات دي ممكن تليه أخد مثلا 70 أو 3 أو اليد كلها ممكن يبقى أخد الكتف على حسب العصب المتأثر لو المشكلة تنزلك الغدروفي دي بتبقى في القطانية لو المشكلة نزلك الغدروفي في الفقرات القطانية اللي هي العلوية بتلاقي المريض على طول يحس بألم في الفخز وجنب الفخز ويأخذ الرجبة معاه معه هنا اللي هو بنسميه فم الحوض أو المنطقة دي لو النزاق الغدروفي في الفقرات القطانية بقى اللي هو الرابعة والخمسة أو ما بين الخمسة والأولى العجزية والكلام ده فيبدأ المريض يحس بأعراض اللي احنا بنسميها عرق النساء وهي اسمها النساء علشان بتخلي المريض ينسى أي قلم تاني وينسى المشي كمان فبيسمها النساء مش النساء ان هو بيجي للرجالة وبيجي للستات الاثنين فيبدأ المريض يقول لي انا حاسس بيسيخ نار في رجلي من وراء حاسس بواجع في رجلي حاسس بتنميل في صوابعي حاسس بخضر الموضوع ممكن يتطور ان هو يقولك حاسب بتاعل فقد احساس الكلام ده كله كان الأول العلاج بيشمل اما المسكنات اما ان المريض يخش في عملات جراحية المسكنات على المدى الطويل واستخدامها بكسرة لها اضرار كلنا عارفينها واشهرها انها بتعمل كرحة في المعدة والكرحة في المعدة دي حاجة خطيرة لانها بتسبب نزيف حاد وفي مرضى كمان قدت للوفاة بسبب الكرحة في المعدة دي او الفشل الكلوي واحدة سلاحصيات بيقولوا ان الافراط في استخدام المسكنات ادى الى خمسين في المية من حالات الغسيل الكلوي الجديد فبالنسبة للعملات الجراحية احنا قلنا ان لها مخاطر والمريض بيبقى رفضها وان هي بتحتاج ان العيان يتعطى الفترة كبيرة يعني التأهيل بعدها فكان فيه زون في النص كده احنا عايزين ندخل فيها اللي هو المريض احنا مش عايزين يستخدم مسكنات وفي نفس الوقت مش عايزين يدخله على الجراحة على طول فبدأ من هنا موضوع اللي هو التدخل المحدود التدخل المحدود فيه اساليب كتير جدا بنعملها بتبدأ الاول من اللي هو بنسميه حقن جزور العصاب او الحقن في القناة العصبية وده فكرته ان الغضروف لما بيحصل في انزلاق او انفجار المادة الجيلاتينية او المادة الرخوة اللي جوا بتطلع مواد المواد دي لها تأثير يعني نقدر على تأثير كوي للعصب لكنها بتكل عصب بالزبط او بتعمله اثارة جمدة وهي اللي بتخلي المريض يحس بالحرقان والتنميل الشديد جدا والقلم الشديد احنا الحقن هنا بيعمل زي ووش او غسيل للمواد دي وكمان بيعادل المادة دي فيبدأ ان المريض الالتهابات اللي عنده ويبدأ القلم ان هو يتحسن طب هل الحقن مثلا دوت بيبع علاج مؤقت ولا علاج دائم هو في الحقيقة بيبع علاج مؤقت ولكن المريض مثلا لو قعد العلاج خد مع سيد الشهور او اكتر بالنسبة للحقن هو مفيش حاجة يتضر بيها لانه نحنان كمية صغيرة جدا من الدوة جنب العصب مفيش حاجة راحة للجسم مفيش حاجة راحة للمعدة مفيش حاجة راحة للكلة وفي نفس الوقت ان هو يقدر يبطل المسكنات ويبطل الجلسات اللي محتاجش بقى علاج الطبيعي المكلفة والكلام ده ويقدر ان هو يقررها بعد كده في بدأ بعد كده تظهر حاجات ان هي تدي مدة اطول من ست الشهور نعم مدة بتصل الى السنوات مع دخول الجهاز العظيم جدا واللي بقى فتح في علاج القلم اللي هو جهاز التردد الحراري جهاز التردد الحراري فكرته ان احنا نوصل للعصب موجات كهرومغناطيسية علي تردد الموجات دي لما بتبقى جنب العصب بتهدي من التهاب العصب بتعمل زي تسخين للعصب عند درجة حرارة 42 لو كان تردد حراري نوابط او درجة حرارة اعلى من كده لو كان تردد حراري مستمر وبتعمله حاجة اسمها ريميديوليشن او اللي هي قاعدة تأهيل تاني لكن بالضبط جهاز عندنا مهنج واحنا نزلنا له نسخة ويندوز جديدة او سطبنا من اول وجديد فبدأ ان العصب للتهابات تهدى والقلم يتحسن مع العيان بدأ اتمشت العيان تتحسن بدأ العضلات بقى اللي شادة واللي عاملة مع علم بعد كده تتحسن والقلم يقل عنده بدرجة كبيرة جدا التردد الحراري بيتعامل ببنج موضعي بنخش بقبر معينة القبر دي علشان ندخل جنب العصب ونتأكد ان احنا جنب العصب مش في مكان تاني غلط بنتأكد بكذا حاجة اولا بنبقى احنا في العمليات علشان التعقيم لكن المريض ما بيتخدرش بنستخدم جهاز الاشع السينية او جهاز اللي هو المجات الكوسية او السي ار ونعرف مكان الابرة وصل لفين بالضبط بعد كده بنحقن نوع معين من السبغة علشان بيرسم لنا مصار العصب بعد كده بنتأكد بجهاز التردد الحراري نفسه هو فيه نوعين من الاسارة بنعمل حاجة اسمها اسارة حسية علشان نتأكد ان القلم اللي بيجي للمريض او العصب اللي احنا نشتغل عليه هو اللي عمله مشكلة وبنعمل حاجة تانية اسمها استصارة حركية لان احنا عارفين كل عصب بيدي احساس وبيدي حركة ففيه عضلات معينة بتتحرك قدامي فيه احساس بيجي للعيان نخز كهربائي بسيط كده لمدة ثواني معين قدامي انا كده اتأكدت بنسبة 100% ان انا في العصب مش ان انا جنب العصب يعني مش في مكان تاني بابدأ اشغل الجهاز عندي هل الجهاز ده هو الترد الحراري ليه اضرار ولا ملوش اضرار هو احنا في الحقيقة احنا ما بندخلش مادة غريبة في الجسم ولا بنحل حاجة ولا بنشيل حاجة فهو كلها عبارة عن موجات فيعني ده يعتبر من اكثر الوسائل امانا امانا مزبوط اه وكمان نقدر نعمله في عيان المرضى اللي هم عندهم مشاكل تانية كتير يعني مريضك لما يقدرش مثلا ياخد أدوية معينة مريض كبد ما يقدرش ياخد مريض ضغط واحد عنده امراض مزينة واحد الحالة الصحية عنده مش كويسة ما يقدرش يستحمل ان هو حقنة أدوية وحاجات كتير جدا وحاجات متكررة فالتردد الحرارة هنا بيبقى هو الايه هو الوسيلة اوه يبقى الحل اه ليه المريض ده اه بعد كده الموضوع كمان اتطور ان احنا بدأنا نعمل علاجات تعتبر علاجات كمان دايما اه في بعض المرضى بيبقى الغضروف عندهم اه لم يحصل زر غضروفي نواية الغضروف بتبدأ تضغط على الكشرة الخارجية وتطلع لبره وتضغط على العصب اللي يعمل عندنا لايه الاعراض اه دلوقتي احنا بدينا نخش بجهاز اسمه تبخير الغضروف الجهاز دوت بيبقى متوصل بسلاح او ابرة رفيعة بندخلها في قلب نواة الغضروف وبرضه بالاشعة وبالسبغة بنتأكد ان احنا في المكان ويبدأ يعمل تبخير للمادة دي لما يعمل تبخير للمادة دي اولا بيقلل حجم الغضروف تاني حاجة بيعمل حاجة اسمها نيجاتف برشور او نيجاتف ساكشن ان هو يبدأ يشد الحتة اللي ضغطة على العصب معاه يستعد الوضع تاني فممكن ما يحصلش اي يعني يبقى علاج جزري صحي دكتور رحمة بالزبط كمان طيب فيه كمان الجهاز ده ليه حاجة مهمة جدا تانية ان بعض المرضى بيبقى عندهم قطع في قشرة الغضروف نفسها القطع ده وقت ممكن ما يكونش عامل نزلات كبير ولكن بيعمل الالم شديدة جدا وخاصة في الظهر يعني تلاقي المريض اللي عنده قطع في قشرة الغضروف او في الخارجية بيشتكي من قلم ظهره اكتر من رجله بخلاف اللي هو المريض اللي بيشتكي من نزلات الغضروف نتيجة ضغط يشتكي من رجله اكتر من ضغط صحيح الجهاز تبخير الغضروف او جهاز الكوبليشن ده احنا بنعمل كي او لحام او نقدر نسميها اصلاح لنواة الغضروف بنفس الابرة واحنا خارجين احنا بيبقى معنا دواسة دواستين كده دواسة اللي هي تبخير ودواسة اللي هي ايه كي او لحام لنواة الغضروف احنا خارجين اه طبعا برد هي نفس الابرة يعني ممكن تعمل كده هي بنفس الدخلة او بتبقى بنجمو او نحن مثلا سنتي 2 سنتي بنجمو ودي بندخل بالابرة لحد ما نوصل للمكان اللي احنا عايزينه نحن نتسبغى بالاشعة نتأكد ان احنا جوا نبدأ نشتغل بالجهاز نعمل التبخير واحنا خارجين بنعمل اليه الكي او اللحام دي قصة تاخد وقت دي تاريبا نص ساعة كلها من اول ما يدخل لغاية لما نخرج من اول ما يدخل لحد ما يخرج نص ساعة ونحطه بعدها ساعة ونص أو ساعتين تحت الملاحظة ويخرج عادي بماشي على رجلهم يعني ما فيش اي مشاكل ما فيش بنج في البروزيس دي او في الاخلاء العملية هو ما بيقاش في بنج يبقى فيه المخادرة بيستخدمه موضعي لانها غير مؤلمة تمام لكن برضو في بعض المرضى يعني وخايفين فايجي يقولك انا مش عايز احساب عاجة مش هستحمل فبنديله بعض المهدق الخفيف او بعض البنوم البسيط اللي هو مش بنج برضو او مش تخدير كامل ولكن بحيث ان هو ما بيقاش داريان معانا ويقولك اما انا مش عادة اتفرج عليك انت بندخل ابرا في ظهري وكلام ده فانا بنيديله حاجات بسيطة اللي احنا بنشميها conscious sedation او اللي هو مهدق يعني العيان في اللوع يعني هو بيتجاوب معايا ولكنه بعد ما بيخرج ما بيفتكرش اللي حصل وما بيكونش يحس بيلي اللي حصل جوا دي احيانا بنستخدمها في المرضى اللي هما عندهم قلق بزيادة في بعد كده عندنا برضو اللي هو حاجة اسمها شفط الغضروف شفط الغضروف ده بجهاز اسمه دي كومبريسور او جهاز معين برضو بيبقى في حجم الابرة ابرة طويلة شوية بندخل في نواة الغضروف وهو بيلف بيلف بلفات معينة وبياخد نواة الغضروف وبيبدأ يطلع بيها زي فكرة بالزبط اللي هو البريمة اللي هو تطلع معك سواء كان بتاعك خشب او بتاعك الارض دي تطلع معك الحاجة وليتطلع لك ايه فوق وهي بتلف وتطلع معا صحيح بناخد مثلا كمية معينة من الغضروف تكون واحد جرام او اتنين جرام بنشيلهم من غير طبعا ولا فتح ولا عملية ولا اي حاجة ولما بنقلل بقى بناخد الكمية دي الضغط على العصب بيقل حجم الغضروف بيقل ويبدأ يحصل تحسن للمريض خاني افهم حالك برضو قصة الغضروف لما بناخد جزء منه او بنشيل حتة منه يعني تعرفنا او متعرف عن الموضوع ان الغضروف ده زي المخدة ما بين العضم فهو اللي بيعمل او بيقوم بوظيفة الوسادة زبط لو شدنا جزء منه او ضحينا بجزء منه زي ما نقول ده معناها انه برضو يبقى فيه سرعة خشونة او موضوع ما مفروض يكون مؤلم على حسب ما يتوقعوا يعني البعض بتفرجوا عليه النهار ده ما حضرت عضم على عضم هي شن الوظيفة بتاعت الوسادة يعني كويس انت سألت حضرك سألت السؤال ده لان هو ده بقى الفرق ما بين اننا اشيل الغضروف بالعملية الجراحية او المنظر الجراحي بالعملية الجراحية وان انا يشيل الغضروف بتدخل محدود لان العملية الجراحية هي بتسمعها لمينكتوم يعني ايه هو بيدخل احنا عندنا الفكرات مسنودة على بعضها بعض يعني بعض وفي مفاصل وبينهم الغضروف في العملية الجراحية انا لازم الدكتور يدخل يشيل حتة من العضمة الاول ويبدأ ان هو يشيل الغضروف ففي بعض المرضى بيحصل لهم حاجة اسمها انستابلتي او اللي هو تزحز في الفكرات بعد كده هذا مستقرار اه يضطر ان هو يخش تاني يعمل العملية ويعمل بقى يركب شراحه مسامير ويثبت فكرات تمام لكن انا هنا دلوقتي لما انا شيلت الغضروف انا شيلت جزء بسيط لما قلت لحضرك واحد من واحد جرام لاثنين جرام مثلا او عملت التبخير انا قللت حجمه شوية الغضروف لسه موجود زي ما هو الكشرة الخارجية اللي هي الاساسية اللي حكم الغضروف وثانيا حتى برضو لو شلنا جزء كبير احنا عندنا في اللي هو بيأثر على الاستابللتي او السبات بتاع الفكرات عندنا الحاجات اللي هي الانتيريو او اللي قدام اللي هي الغضروف والحاجات اللي وراء اللي هي العظم بتاع المفاصل ده فانا ما جيتش ناحية العظم خالص فمازال ان فيه استابلتي في الفكر لكن لو انا عملت جراحة فانا هضطر ان انا اشيل العظم واشيل الغضروف فانا اثرت على الجزئين اللي بيعملوا استابلتي فبحتاج بعد كده او بعض المرضى بيحصل لهم تزحزوا هالفكرات يضطر ان هو يدخل يعمل جراحة تسبيل طبعا برضو احنا مش بنهاجم الجراحة او حاجة احنا فيه مرضى لازم ان هو يعمل جراحة وفيه مرضى ما ينفع ما ينفعش اليهم للجراحة واول ما بيجي انا غير ما مدي ايدي عليه بقول له روح يعمل جراحة وفيه مرضى نفع لهم تدخل محدود ولكن لو جينا نحسبها نسبة وتناسب 95% من المرضى ينفع يتعالج بالتدخل المحدود عادي وهو 5% بس اللي بيحتاج الى جراحة اللي بيحتاج جراحة برضو ده حاجة تعليمية وعشان نستبقى عرفها الجراحة نوعين فيه جراحة عجلة يعني انت لو حصلت لك حاجات معينة لازم تعمل جراحة تاني يوم في سنية علشان العصب ما يموتش وفيه حالات هو بيجيلي هو عنده الوجع بقاله سنين ولكن انا اقول انا مش هتحك عليك انا لو وديتك الحاجات دي هتبقى مؤقت ويعني هتتحسن اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر شهرين بس ده مش علاج جراديك ولا علاج اساسي ولا علاج هتطول معك فانت روح اعمل جراحة بالنسبة للمرضى اللي هو لازم يعمل جراحة عجلة ولازم كل المرضى اللي عنده منذ لك يبقى حافظين الكلمات دي ان لو هو عنده حصل لك اقدر له سقوط في كف الادم يعني رجله مش قادر ما بيقدرش يرفع كف رجله قدام وعت زي ما بيقول وعع مني يقول لك رجله وعع مني وتلاقي لازم عشان يمشي ويحس بالارض يرفع رجله الفوق ويخبطه في الارض لانه مش قادر يرفع كف رجله تمام لو حصل له لقدر له عدم تحكم في البول او البراز لو حصل له اعراض شلل لقدر له او ضعف في العضلات او فقد احساس يعني يشك نفسه بالقبرة كده يلاقي نفسه مش حاسس ده غير التنميل فيه ناس بيبقى عندهم تنميل شديد واحد عنده فقد احساس في الحالة دي انت ما تستناش العصب بيموت لازم تروح تنقذ ما يمكن انقاذه وتقدر ان انت تدخل جراحة عجلة ويبدأ يبقى يشيل الغضروف ويعمل تسبيت فاكراته ويعمل حاجات ده كلها علشان يتم انقاذ ما تبقى من العصب عشان ما يموتش بالنسبة بقى للمرضى اللي هم عندهم علام شديدة بس لازم جراحة ما ينفهمش تدخل محدود ده بيبقى مثلا جاي لمريض عنده تكوص شديد مثلا جاي المرضى عنده ضيق شديد في القناة العصبية يعني الانزلالك الغضروفي لما بيعمل ضيق بيعمل بدرجات في بقى مرضى بيبقى درجة كبيرة اللي هو خلاص عنده ديك شديد في القناة العصبية او بعض العلامات في الاشعة في عندنا روباط اسمه اللي جميل تنفلوفم اللي هو بيبقى حوالين الام الجافية لما بيبقى كبير حجمه كبير ده لازم خلاص لازم يتشيل تمام مع ان برضه في تدخل محدود بنعمله دلوقتي لكن هو للأسف الجهاز دلوقتي بينا بنجيبه صعوبة لها عملية المايلد تكنيك نحن نقدر كمان ناخد اللي جميل تنفلوفم ما ندخلوش جراح بس ان شاء الله في الايام اللي جاية نقدر ندخل الجهاز بعد كده وكمان حتى المرضى دول نقدر راح نتعامل بدون جراح ان شاء الله بشكراك دكتور أحمد طبعا انت وضحت لنا بشكل كبير جدا انزلق الغضروفي او ايه اللي ممكن يحصل في القناة العصبية زي نقدر نعالجها وايضا شفنا اسباب كتيرة كمان لحدثها وحسب حالة المريض نقدر نقدر نيفاليويت او نقدر نحدد فعلا هذا المريض ينفعله ايه بالضبط و ايه ما ينفعلوش نقدر نتعالج او نشتغل على هذا الاساس هي عندنا اسئلة كتير وتدخلات كتيرة بدون جراحة زي ما قلنا وهذا عملنا حقيقة النهاردة مش بس في الانزلق الغضروفي لكن ايضا في بعض خشونة المفاصل في ايضا حالات اخرى خلينا نروح للفاصل القصير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور احمد خليكم معنا موسيقى مشاهدين اهلا بحضرتكم مرة تانية رجعنا لكم كمين حلقتنا عن علاجات الالم الحقيقة زي ما اتكلمنا وركزنا في جزء اول من حلقتنا على علاج الانزلق الغضروفي تحديدا بدون جراحة لكن في الكثير من الالام برضو اللي ممكن تحدث وممكن برضو نحاول نعالجها بدون جراحة خلينا النهاردة هنكمل مع حضرتكم مع عضيف حلقتنا الكريم دكتور احمد فاخر استشاري علاج الالم بدون جراحة استشاري علاج الالم من انزلق الغضروفي وخشونة المفاصل بدون جراحة دكتوراه علاج الالم بجامعة القاهرة ومجستير علاج الالم بجامعة العين شمس حاصل على الزمالة المصرية وعضو جامعية اطباء علاج الالم المصرية وعضو جامعية السونار العصبي الحركي برحب بحيك مرة تانية مشرفني جدا دكتور احمد دكتور احمد بشكرك قوي يمكن جزء الاول ركزنا بشكل كبير على انزلق الغضروفي كلمنا على فكرة علاج الالم من الانزلقات وطبعا احنا قلنا يعني سلتلت الظهر او العمود الفقري طبعا فيه تفاصيل كتير قوي وكل جزء وكل فقرة لها طبعا العلاج المعين بتاعها فيعني يمكن الناس اللي متابعوناش يتفرجوا على الجزء الاول من الحلقة يعرفوا اكتر ويفهموا اكتر عن الانزلق الغضروفي وازاي بننتعامل معاه ونقدر نعالجه بدون جراحة زي ما قلنا برضو فيه اشياء كثيرة يمكن سيد مشاهدين النهاردة مهتمين يعرفوا عنها خشونة المفاصل الحقيقة من الحاجات برضو الموجودة بشكل موسع ناس كثير بتعاني منها عايز اركز نهاردة ما حقيقة على خشونة الرجبة بشكل خاص ايه هي خشونة الرجبة ليه بتحصل وازاي ممكن نعالجها او نعالج ألمها بدون جراحة او اكتر مفاصل بيتعرض للخشونة او معرض للخشونة في الجسم هو خشونة الرجبة لدرجة ان احنا بنعتبر دي مراحل انت بتكبر فبقت طبيعي شايخوخة عمراض الشايخوخة اه من عمراض الشايخوخة انت عن 50-60 سنة فلازم ان يحصل خشونة في الرجبة لكن دلوقتي احنا بقينا بنشوف خشونة في سن صغير سن 30 و 25 و 45 لو سن صغير بقى عنده خشونة في الرجبة وده بسبب ان بقت سمنة منتشرة بكسرة جدا في عدد خطأ كتير جدا احنا بنوعد على الارض كتير اللي هو العدد المربع والمهارفص نطلع سلالم كتير فيه بدأ ينتشر الامراض بتاعت المفاصل بدرجة كبيرة امراض السكر امراض الضغط اللي هي الامراض المزمنة ما يقابل ده ان احنا ما حدش بقى بيهتم بالاكل الصحي ما حدش بقى بيهتم ان وزنه بقى كويس ما حدش بقى بيهتم من العضلات او الاربطة ان هي تبقى كويسة فالاربطة ضعيفة والعضلات ضعيفة والوزن الزيادة ده كله يسبب حمل على المفصل ويقدي الى خشونة الرجبة تم تقسيمها الاربع مراحل مرحلة اولة او تانية او تالتة وربع على حسب الاكس ري او الاشع العادية اللي بتظهر ولازم هنا نوضح للمرضى ان الاشع لازم تتعمل وهو واقف ان كتير من المرضى يجي يكون عنده خشونة درجة تالتة وربع ويعمل اشع وهو مثلا نايم على الشزلونج بتاع الاشع فيجي نبص نقول له الاشع كويسة لانه هو تطلعه منايم فالمفصل مفروض ما فيش ضغط عليه هو لازم يعملها من الوضع واقفا لما بنعملها بيبدأ يظهر عندنا اربع مراحل فيه المراحل الاولى والتانية اللي احنا بنسميها الخشونة المبكرة والمراحل التالتة والربعة اللي هي الخشونة المتقدمة طب يعني ايه مفهوم خشونة اصلا مفصل الركبة عندنا او اي مفصل في الجسم يبقى ارتكوليشن او تمفصل ما بين عضمتين العضمتين دول عشان ينزلوكوا على بعض بالسهولة بيبقى في اخر العضمة في غضروف نهاية العضمة اللي هو املس جدا ومقابله نفس الغضروف مفصل الركبة بقى كمان فيه غضروف في النص تاني اسمه الغضروف الهلالي وليه جزء اين جزء اللي هو الداخلي اللي هو اسمه الميدل مينسكس وهي الجزء الخارجي فطبعا لما المريض بيبدأ عنده خشونة بيبدأ يحصل تآكل في الغضروف دي يحصل كرحة في المفصل مثلا او نتوء يبدأ يظهر بعدها نتوء عظمية نتيجة الالم المزمن اللي موجود او يبدأ يحصل تآكل في اللي هو الغضروف الهلالي وده بيسبب ألم شديدة جدا عند المريض على حسب درجة التآكل وعلى حسب درجة النتوءات العظمية اللي ظهرت نقدر ان احنا نقسم خشونة الرجبة سواء مرحلة أولى او انتهاءا بالربع كان الاول المريض ما عندهش اللي حلين يما ياخد المسكنات اللي استخدامها على فترة كبيرة بسبب له مشاكل في الكلا ومشاكل في المعدة او ان هو يقدر يعمل عملية تغيير مفصل وهي عملية كبيرة ورغم ان هي ناجحة جدا وكويسة جدا ولكن هي برضو عملية كبيرة محتاجة للمريض ان يكون صحة كويسة محتاج يعمل تأهيل بعدها لشهور علشان يقدر يكول عضلات وان هو يكول اربطة مرة تانية ومحتاج برضو ان يكون وزنه كويس عشان المفصل ما يتكسرش بعد كده بالاضافة ان المفصل نفسه ليه عمر يعني ما فيش حاجة زي اللي خلقه ربين المفصل الصناعي بيبقى ليه عمر لكن 15 سنة 20 سنة على حسب نوع المفصل اللي هو امركب صحيح طيب الحل اللي كان بعد كده البديل هو حقن الكورتزون حقن الكورتزون هو معترف بيه دوليا وكويس وكل حاجة ولكن الحقن المتكرر للكورتزون ده ليه اضرار على المدى البعيد انه هو ممكن يزود هو نسبة الخشونة ويعمل للمريض حاجات المشاكل بتاعت الكورتزون اللي كلنا عارفينها سواء ضغط او سكر او ان هو الوزن بتاعته يزيد يحصل ضعف مناعي يأثر على المفصل التانية زي مفصل الحوض ويعمل فيه برضو خشونة فالحقن الكتير للكورتزون غلط لكن لو حقن مرة واحدة او على حسب الحالة ده معترف به ومكتوب في الكتب وكويس بدأنا ان احنا فيه بعض الحاجات الجديدة دلوقتي اللي هي ما فيهاش لا جراحة ولا حقن كورتزون زي حقن بلازمة الغنية بالصفاحة الدمية ودي عبارة عن مادة طبيعية يعني احنا بيجي المريض بناخد منه عينة من الدم سواء مثلا 10 او 20 سنتي وبندخلها في جهاز اسمه جهاز الطرد المركزي بيفصل لنا الدم دوت الى طبقات زي كرة دم حمراء وبلازمة تحتوي على الصفاحة الدمية وهو ده الترجط اللي احنا عايزين وفوق البلازمة العادية او البلازمة الفقيرة بالصفاحة الدمية دي لها استخدامات تانية في التجميل وفي الشعر والكلام ده لكن احنا اللي يهمنا في المفاصل هي البلازمة الغنية بالصفاحة الدمية وهنا بقى فيه تفاصيل كتير في نوع الانبيب وطريقة الفصل وعدد اللفات والحاجات ده كلها وعلى الحمد لله لنا خبرة في الموضوع دوت لان احنا بنحقن مرضى كتير وبنشوف النتائج دي بتتم فين يا دكتور راحبني؟ في معامل ولا من خلال حضراتك؟ في المركز لان هي لازم يبقى فيه تعقيم نفس التويت يعني؟ خلال ربع ساعة هي مثلا الفصل بياخد ربع ساعة التسعة بالكتير ونبدأ يتحن المرضى يعني هو بيتساحب تحت تعقيم انه تتفصل في جهاز التراضي المركزي بموجود معنا في المركز وبعد كده بناخد المنطقة اللي احنا عايزينها اللي هي الصفاحة الدمية ونبدأ ان احنا نحقنها برضو في المفصل تحت تعقيم كامل وحنا بعد المرضى بنحتاج ان احنا حنا تحت توجيه السنار لو بتبقى الرجبة بتاعته مليانة شوية أو كده الصفاحة الدمية ده بقى مزيتها ايه؟ دي بتحتوي على عوامل نمو او عوامل تنشطية قد يصل ايه ل 24 عامل من عوامل النمو دي لي هاميزة ان هي بتقدر تصلح الخلل اللي حصل تعمل عادة التقام للكرح اللي حصلت لو فيه في الوطر بسيط بتبدأ او الرباط تعمله عادة التقام تاني فيه التمزق في الغضروف بسيط بتبدأ تنشطه وتعمله عادة التقام تاني وده بقى علاج رباني يعني انا المريض انا لاحقنته حاجة خارجية ولا اي حاجة تانية من برا هو انا خدت من الدم بتاعه منركز بس الصفايح او الجزء من الدم ده المطلوف في هذه المكان بس هو موجود يعني هو كده كده الدم في جوه الجسم بس هو احنا منركز اكتر ما فيه بعض المرضى بقى بيسأله السؤال ده يقول طب ما هو موجود انا اجيبه وحقينه ليه؟ اه هو احنا عندنا الغضاريف ما بيوصلهاش امداد دموي مباشر بيحصل لها امداد دموي بالانتشار يعني يعني ما فيش مثلا شريان او او وريد معين بيدي الغضروف لان لو فيه بيوصله شريان حجم الغضروف هيكبر ومش هتعرف تمشي ما يحصل احتقان فهو من عند ربنا ان الغضروف ما مملوش ده الدمو مباشر وبياخد عن طريق الانتشار التاني حاجة احنا لما بنفصل البلازمة فبنخلي تركيز الصفاح الدموية 500% من التركيز اللي موجود في الدم فبيبقى انت بتاخد تركيز عالي جدا مركز موجه يوصل للمنطقة اللي فيها المشكلة يقدر انه هو ينشط ويزود الموضوع ده المرضى اللي هما يقدروا يتعالجوا بالبلازمة تقريبا 99% من المرضى اللي هما في المراحل المبكرة يقدر انه يتعالج بالبلازمة ما فيش بقصة لبعض المرضى اللي هو عنده مشكلة في الصفاح اصلا ده اللي ما يقدرش يتعالج بيها او المرضى اللي هما بياخدوا مسكنات باستمرار او كورتزينات باستمرار لازم يوقفها قبل وبعد حقن البلازمة او المرضى اللي عنده مشكلة في المرضى دم او كده عامل عنده ناصف الصفاح في المادة التانية اللي احنا بنحقنها اللي هي مادة البرولوثيرابي ودي جاي من كلمة اختصار كلمة وده عبارة عن تركيبة الجزء المكون والأساسي فيها هو الدكستروز علي التركيز دي لها تأثير برضو مشابه لتأثير بلازمة ان هي بتنشط وكمان بتعالج الألم لانها زي ما بنقول المحلول ده بيبقى في حاجة سكرية أو كده فالريسبتور أو المستقبلات بتاعت الألم بتبقى زي اللي هي يعني هنجري أو جعانة فاحنا لما بنحينا الموضوع ده بنقفل للريسبتور دي شوية فبتقلل الألم عند المريض وبتعمل برضو بتعالج التكروحات والالتهابات اللي موجودة في عندنا بقى الغاز السحري اللي هو الأكسجين المشط أو الأزون والأزون ده اللي هو بيبقى عبارة عن منكون من ثلاث زرات أكسجين احنا بيبقى عندنا ستونة أكسجين صغيرة كده بندخلها في جهاز اللي هو جهاز الأزون يحول لنا الأوتو أو الأكسجين اللي هو مكون من زرتين بيحوله إلى الأكسجين المشط أو الأزون الأزون كان بيستخدم زمان إنه هو بنعقم به الآلات الجراحية وده بقى ميزة مهمة جدا لإنه إحنا بيبقى الخوفي الوحيد وإحنا بنحقن في المفصل إنه يحصل إنفكشن أو عدوى نتيجة الحق فعشان كده لو مريض مثلا مش مزبط السكر إحنا ما بنحقنهش عشان بنخاف إنه يحصل عدوى نقوله زبط السكر أولو تعالى لما إحنا بنحقن الأزول معاه إحنا موضوع العدوى يعني يقل جدا بفي أمان شكل كبير هو بيقتل الكمية كبيرة من البكتيريا من الفيروسات من حاجات دوكلها بيقتلها التاني حاجة إنه هو ليه وظيفة تنشطية برضو زيه زيه زي البلازمة وكمان بيبدأ يعمل جذب للمواد المنشطة والمحفزة في الجسم إن هي تيجي على المنطقة اللي فيها المشكلة دي فيه كمان عندنا اللي هو مادة الهيلورينيك أسد دي برضو من المواد السحرية اللي موجود دلوقتي ولها استخدامات كتير جدا يعني كل التخصصات إحنا بنستخدم مادة طبيعية أيضا دكتور أحمد هي موجودة أصلا في الجسم هي بتشبه السينوفيا الفيليود أو المكون اللي موجود داخل المفصل مادة الهيلورينيك أسد دي لها تركيزات فيه عندنا مادة الهيلورينيك أسد ذات التركيز المنخفض دي تستخدم في علاج المراحل المبكرة وعشان تقلل الالتهابات وفيه عندنا المادة الجلتينية أو الهيلورينيك أسد عالي الكسافة وده بنستخدمه إن إحنا نقلل اللي احتمالك المباشرة بين العظم ونزود الإنسابية فالخشونة توقف يعني ما تزدش وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه ألم للمريض وهو بيحقن وطبعا برضو المادة الهيلورينيك أسد دي فيها تفاصيل كتير وفيه فيها حوال مصري وفي حوال مستوردة وعلى حسب الكسافة ودلوقتي موجودة أو محطوطة في جايد لاينز إن هي تتحقن للمريض في جميع المراحل إزاي دكتور أحمد برضو خليني أسأل أسئلة ممكن تكون برضو على بال بعض المشاهدين فكرة إن النهاردة مبحقن مادة في مكان معين إيه اللي بيضمن إن هي ما تتحركش إيه اللي بيضمن إن هي تفضل في هذا المكان هو مش جوه كابسولة ومش جوه مكان يعني مقفول ليه ما بتتحركش إن ما تروحش مكان تاني فتفقد الوظيفة بتاعتها أو تفقد الفكرة بتاعتها هو المفصل مقفول هو المفصل مقفول وفيه كابسول آه يعني جوه الكابسول نحن بنحقنها في المفصل المريض ما بيخدش لحونا دي العضل مثلا أو بيخدها في الوريد دي بتتحان في المفصل فالمفصل هو بيبقى كان مغلق يعني آه عزمتين وبيبقى حواليك كابسول ومغلقة وهو وظيفة لأي يعني هي برضو المادة هي بيبقى إليها صلاحية مش مش هتفضل طول العمر ولكن هي بتقلل لما عمت بتحقينها بتقلل الاحتكاك بتقلل التعبات صح وكمان بتحفز بقى الكابسول اللي هي تفرز المادة الطبيعية بتاعت المفصل إن فيه ببعض المرضى بيحصل لهم يما نقص في المادة دي فيحصل احتكاك شديد يما زيادة إن المادة بتفقد خصائصها بدل ما هي بقت لازجة بقت عاملة زي الماء اللي هو مرضي يجا عندي بارتشاح في الرجبة بقى بالرجبة الكابسول كده عالية وفيها كمية ارتشاحها كبيرة وفي الحالة دي لازم نسحب بقى اللي هو الماء او الارتشاح الغير سليم دوت ونبدأ نحقن المادة الجلتينية او الهيلورونيك أسد علشان تحفز إنتاج المادة الطبيعية مرة تانية لو الحاجات ده كلها ما استجابش فيه عندنا بقى التردد الحراري او حق نمدة البوتوكس وكتير المرضى بيستغربوا دلوقتي البوتوكس ولكن البوتوكس هنعرف لو بتحقين في الوش يعني طبعا بيشتغل في تجميل بشكل كبير فعلا عشان كده يمكن جارة العادة نحن نسمعه في تجميل مش في علاجات زي علاج ألم أنا عايز أقولك أنه علاج فعال جدا وبيستخدم في علاج الألم في علاج حاجات كتير جدا في علاج الصداء في علاج التاليفات العضلية في علاج الشابد العضلي المزمن في علاج علام المفاصل كلها في علاج حتى التهاب العصاب المزمن لأن المادة البوتوكس وجدوا أنها بتروح على المستقبلات أو الريسبتورز بتاعة الألم دي وتبدأ أنها تقفلها وتقلل إفراز المادة اللي بتعمل يعني اللي بتسبب الألم دي طبعا المادة البوتوكس لو تحاند في المفصل ما بتروحش بره الجسم ما بتعملش ضعف في العضلات ولا حاجة وبتسكن الألم والفترة طويلة جدا وهي برضو من الحاجات الأمنة لأنها بتتحان بكمية صغيرة وفي المكان المناسب بالنسبة بقى للتردد الحراري التردد الحراري احنا لمداد العصب اللي ركبة كتير احنا بنختار تلات عصاب تلات عصاب دول بيبوا اللي هما مسؤولين عن الألم اللي هو الإكسس أو الزيادة لأن المرضى لما قولوا تردد حراري وندخل على العصب ونعملوا تسخين أو نعملوا كيب لتردد الحراري فيجيوا لك طب ما أنا ممكن ما حاسش بربيتي ممكن أتخلط أنا مش حاسس أي حاجة اللي هدعو بالعصب طبعا بتكون يعني شائكة أو يعني فكرة التقاب واللي هي بتبقى صعبة جدا بالزبط لكن هو ده ما فهم غلط لأن هو أولا بيفضل حس بربيته عادي ولو يتخبط في الرجب بيحس عادي وحتى لو مش زيادة بيحس بالألم عادي يعني هو ما يخافش من الموضوع ده لأن الرجبة يعني على الأقل خلص بيديها تمن نهاية عصبية وتمن عصاب صغير حالا بمشتغل على تلاتة بس وي اللي هو بنسميه تردد الحراري النابض أو حتى لو عاملة تردد حراري مستمرة كيف تردد الحراري ده ما بيموتش العصب بحقيقيا ولكن هو بيأثر على المايلين شيسي اللي حواليه بيقلل من قدرته على نقل الألم بيقلل من التهاب العصب بيحس الألم درجة كبيرة عند المريض بيخليه يستغنى عن المسكنات كلية أو حتى جزئيا بحيث أنه الصحة العامة بتاعته متضرش يقدر يتحرك بعد كده يقلل متطور خشونة أسئلة كتير أول حضرتك على فكرة يعني العلاجات بدون جراحة أو يعني طبعا علاج الألم اللي هو بدون جراحة للكلمة يمكن في الغضاريف بشكل يعني كبير واخدنا وقت طويل في الحلقة عنه وأيضا دلتكلمنا في خشونة الرجبة في أيضا يعني طبعا التفاصيل كتير أول أو يعني ألام كتير أول ممكن تحدث في الجسم منها مثلا الألام اللي بتنتج عن الأمراض السرطانية وعندنا أخرى كثيرة نحاول برضو ناخد محاك في عجالة إيه الألام السرطانية اللي ممكن تنتج أو ممكن نحاول نعليجها وأكيد هيبني حلقة تانية مع حضرتك ناخد فيها برضو الألام الأخرى اللي ممكن نتدخل فيها بهذا النوع من العلاج الحديث بالنسبة للألام السرطانية يعني أول منشأ اللي تخصص علاج الألم هو كان لعلاج الألام السرطاني أو علاج لمرض السرطان مريض السرطان يبقى مريض مسكين يعني مصادر الألم عنده متعددة جدا أولا الورم بيسبب ألام بأشكال مختلفة صحيح هو نفسه الورم فيه أنسجة معينة جاي فيها أو ضغط عليها الأنسجة دي بتعمل ألم بيبقى ضغط على العصب اللي حواليه بيعمل ألم العصب بتطلع منه السنويات بتروح للعظم بتروح للفكرات بتسبب ألام شديدة جدا كمان ممكن الليمفنود أو اللي هي الغدد الليمفوية الكبيرة دي بتضغط على العصاب اللي جنبها وتعمل ألام عند المريض مريض السرطان لما بيجي تعالج بيبقى العلاج là عبارة عن إشعاعي أو كمعوي أو جراحة بعد العلاج الإشعاعي أو بعد علاج الكمعوي أحيانا هو نفسه يسبب ألام ويضطر المريض أنه يأخذ علاج للألام بعد الجراحة بتحصل متلازمات كتير جدا بعد الجراحة بتسبب للمريض ألام بعد الجراحة نتيجة الحالة العامة بيحصل عند المريض أو الألاج الكيمياب يحصل عنده نقص في الفيتامينات وخاصة فيتامين B12 والحالة العامة فيحصل عنده التهاب في الأعصاب ونتيجة برضو الضعفة العامة بتلاقي المريض معرض أنه هو يحصل له نزل لكات غضروفية يحصل له خشنة في المفاصل للتهابات اللي هي الألام العادية وبالإضافة أنه ممكن هو يكون عنده مشاكل تاني يعمل له ألام فهو شبح الألم بيطرده من كل حتة هنا بقى ظهرت بعض المفاهيم الخاطئة اللي لازم نصححها ولازم الكل يعرف عنها أول مفهوم خاطئ عند يعني مش مريض السرطان أول محيطين به إنه خلاص هو عنده كنسر فمن الطبيعي إنه كل شوية يقعد يقول آه 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 طبعا ده مفهوم غلط جدا يعني مريض السرطانة جمعا ما ينفعش يتقلي ما ينفعش يقول آه ما ينفعش يبع عنده وجع تمام لإن الألام دي هتمكن من الحالة هتزود حالة الاكتئاب عنده يبقى دلوقتي إحنا بنعالج ألام عضوية بقيت ألام عصبية وألام نفسية نفسية صحيح أصعب في العلاج من ألام العضوية صحيح طيب آه تاني مفهوم خاطئ إنه يقول لك لأ هو لسه الكنسر في الأول لسه بناخد علاج فنعالج الألام بعدين بعد ما المرحلة تتطور كلام ده غلط مريض السرطان بيأخد مسكنات وبيأخد علاجات من أول يوم من أول يوم يشعر فيه بالألام المفهوم الخاطئ اللي بعد كده إنه لما بنيجي نكتب المريض بعض المرفينات أو الكلام ده يقول لك لأ ده أنا قريت إنه في بعض المرفينات إنه هي بتزود من انتشار السرطان الكلام ده دلوقتي لأ غلط خالص فيه كمان بعض المفاهيم الخطأ الأخرى إنه بيبدأوا يتعاملوا مع المريض نفسه إنه إما بيتعاملوا معه بطريقة جفة أو يتعاملوا معه بتعاطف شديد واللي اثنين بيأثروا على المريض وبيأثروا على الحال النفسية صحيح بشكرك أول الموضوع للحال النفسية ده الحقيقة أكبر بكتير حتى من العلاجات يعني ناس كتير فعلا الألم البسيط مع وجود مرض كبير وقوي زي الألم أو زي الأمراض السرطانية بتزيد العبء بشكل كبير جدا عشان كده فكرة نحن نحاول نعالج الألم وأيضا بدون جراحة عشان برضو ما نخشش فيه تفاصيل كتيرة مع هذا المريض موضوعه بيبقى معقد أو الحقيقة عندنا يعني يمكن مواضيع كتير زي مولت حقيقة دكتور أحمد احنا برضو عندنا أيضا بعض الألم اللي بتنتج عن تليفات العضلية وما إلى ذلك هنحاول نستطرق لها مع حضرك في حلقات أخرى بس عشان وقت حلقتنا النهاردة بس يعني بشكرك نحن نهاردة فهمنا فكرة شاملة عن العلاج والتدخلات بدون جراحة خدنا يمكن الألم الانزلاق الغضروفي وأيضا خشونة الرجبة وأيضا الألم السرطانية بشكل عام وزي ما قلنا فيه يمكن أيضا الكثير من الألم اللي ممكن نسيطر عليها بالعلاجات الحديثة دكتور أحمد فاخر استشاري علاج الألم بدون جراحة استشاري علاج الألم من الانزلاق الغضروفي وخشونة المفاصل بدون جراحة دكتوراه علاج الألم بجامعة القاهرة ومجلس سري علاج الألم بجامعة عين شمس حاصل على الزمال المصرية وعضو جامعية أطباء علاج الألم المصرية عضو جامعية السنار العصبي أل حركي بشكو حي جدا وجودك معنا شرفتين جدا دكتور أحمد النهاردة مشاهدينا خلص حلقتنا النهاردة بنشكركم جدا لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم نشوفكم في حلقة جديدة موضوع طبي دائما مفيد مع برنامجكم صحيحاتك موسيقى موسيقى موسيقى